السلام عليكم في هذا الفيديو رح نمشي على الكتاب لموضوع الانقسام المنصف اللي بنسميه myosis بالمناسبة كيف احنا نحفظها بالانجليزي myosis M-I-T هو هذا الانقسام المتساوي myosis بالاضافة بنحفظها make it to انه بيخليهم تنتين بينما عندنا الميosis هو المنصف على كل حال سهلين للحفظ انت مع انه غالبا مش مطلوب منك الكلمة بالانجليزي بس انه myosis بتشبه المتساوي صح؟ والمنصف هي myosis على كل حال المنصف هو احد انواع الانقسام الخلوي الذي يؤدي الى انتاج الجاميت الجاميت هي خلايا احادية المجموعة الكروموسومية اللي احنا بنمثلها دائما بنكتب 1N الانقسام المنصف يمر بمرحلتين اساسيتين اوكي بيكون عنا مرحلة بينية بالاول بعدين عنا مرحلة الانقسام الانقسام هو اللي مرحلتين ودير بالك مش يعني انه بيكون عنا بينية بعدين منصف اول بعدين بينية ثانية بعدين منصف ثاني لا بينية واحدة بعدين منصف اول منصف ثاني تمام؟ وما بترجع بتتكرر لانه مش منطقة نظلنا ننزل العدد لا النص على كل حال أول إشي أن المرحلة الأولى من الانقسام المنصف فيها أربع أطوار بالنهاية بتنتج لك خليتين فيهم نص عدد كروموسومات الخلية الأساسية كمراحل تشبه المتساوي بس باختلافات عديدة أول إشي أن تطور تمهيدي أول بتصير الكروموسومات قصيرة وسميكة وكل واحد أساساً هو عبارة عن كروماتيدين يعني شكله زي الأكس وبيتفكك الغلاف النووي والأجسام المركزية أو اللي هو زوج من المريكزات كل واحد بيتحرك نحو قطبي الخلية وبيصير عندنا خيوط مغزلية فهذه الأشياء كلها شبيهة باللي حكينا هذا الزمان لكن الفروقات هون شو بيصير عندنا؟ بيصير عندنا تقاطع بين الكروماتيدين غير شقيقين لكن متماثلين اللي هو زي ما حكيت لك واحد من الأب مع واحد من الأم بيقربوا على بعض وبيعملوا لنا تصالب شايف كيف هون؟ ببعض عملوا لنا هيك زي حرف يعني أو زي الزائد خلينا نحكي هاي المنطقة بيصير فيها تصالب وبيصير فيها تبادل بين المادة الوراثية بنسميها بالعبور الجيني هذا العبور الجيني بيأدي إلى تنوع فمهم نلاحظ كيف أنه هذا كله أحمر هذا كله أزرق انتهينا أنه الأحمر عليه شوية أزرق والأزرق عليه شوية أحمر طيب الطور الاستواء الأول تصطف الأزواج المتماثلة في نص الخلية طبعا بتكون ممسوكة بالخيوط المغزلية دون أن تترتب ترتيبا معين إنما يكون عشوائي زي ما حكيت لك إنه مش شرط كل الأب على جهة والأم كلها على جهة لا ممكن إنه واحد من الأب على اليسار بعدين واحد من الأم على اليسار بعدين واحد على اليمين وإلى آخر يفهمتوا علي بالرسمة اللي رسمناها وهون حتى مبينين طلع كيف مثلا هذا مثلا تحت هون هذا فوق هذا تحت بينما الأم هذا فوق هذا تحت هذا فوق فالموضوع عشوائي هذا يؤدي إلى تنوع جيني طيب طور الانفصالي نفس الإشي بصير عنا انكماش بالخيوط المغزلية بس شو بنفصل بنفصل لكروموسومات المتماثلة تمام مش الأشقاء زي ما كان يصير بالمتساوي بعدين عنا الطور النهائي الأول برجع عنا غلاف نووي تمام مرة أخرى وبينقسم السايتو بلاس وكل إشي بصير فيه النهائي فبصيروا خليتين منفصلات بعدين شو بصير عنا بصير عنا بعدين المرحلة الثانية من الانقسام المنصف تدخل الخلايا المرحلة الثانية من الانقسام المنصف دون حدوث تضاعف في الديين أي مرة أخرى أكيد ما رح ترجع تعمل البينية مرة أخرى تمام وأساسا كل واحد إله شقيق فهلأ بس بنصير إيش نعمل نفصل الأشقاء تمام يعني بتتم عنا نفس المراحل بالنهاية بصير عنا أربع خلايا كلها أحادية المجموعة الكروموسومية يعني 1N يعني فيها نص عدد الكروموسومات الأصلي بنسميها جاميتات طيب طور تمهيدي أول نفس تبع المتساوي يتفكك الغلاف وبتصير الكروموسومات قصيرة وسميكة حتى لو أنه مش مكتوب بالتفصيل بس هذا الإشي فعليا بصير وبصير عنا خيوط مغزلية وبتتحرك المريكزات إلى الأقطاب وإلى آخره بعدين طور استوائي بترتبوا بالنص أوكي بعدين بنفصل الأشقاء عن بعض بعدين كل واحد بصير إله غلاف نووي وبتروح الخيوط المغزلية وبنقسم السايتو بلازم فبيصيروا أربع خلايا لأنها هي أعطتك تنين وهاي أعطتك اثنين طيب نشوف هون المثال لو كان عندنا خلية فيها 64 كروموسوم تمام لما أعمل مرحلة أولى كم بصيروا؟ بصيروا 32 طيب ما عدد الخلايا استنى ما عدد الخلايا في المرحلة الأولى من الانقسام المنصف بصيروا خليتين يعني كانت خلية 46 بتصير خلية 32 وخلية 32 طيب لو عملت انقسام منصف الثاني بتصير هاي 32 32 32 32 32 أوكي طيب كم عدد الكروموسومات حكيين أنه هاي بصير فيها 32 وهاي 32 أوكي فانتبه له هاي الأرقام تبعتنا ودير بالك يعني مش ما طلوب منك بس البشر ما فيهم 64 فيهم 46 يعني إقلب الرقم أوكي تمام فهاي هي أهمية الانقسام المنصف إنه بيكون عندك كائن حي بصير يعمل لك جاميت في يو 1 وكائن حي آخر بتكون أنثى بتعمل لك جاميت أنثوي اللي هو في حالة البشر هذا بيكون حيوان منوي وهاي بويضة بتحدو بيعملو لنا زايقوت أو بويضة مخصبة هاي البويضة المخصبة بظلها تعمل انقسام متساوي بتصير خليتين بيصيروا أربعة بيصيروا تمانية زي ما حكينا بهاي الرسمة شوف الرسمة اللي هون كانت حلوة هيا فالذكر بيكون عمل حيوان منوي فيه نص عدد الكرومونسومات والأنثى بتكون عملة بويضة بتحدو بعدين بتظلها تعمل انقسام متساوي عشان تعمل لنا مليارات الخلايا المطابقة لهذا الزايقوت تمام بس فإذا يؤدي انقسام خلية بتكون ثنائية المجموعة الكروموسومية لما تعمل انقسام منصف تعمل أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية فمثلا الخلايا المنوية الأولية اللي هي عند الذكر تمام بتكون 2N يعني بيكون فيها 46 كروموسوم أو 23 زوج يعني 3 ضرب 2 بعدين تعمل انقسام منصف بيصيروا أربع خلايا كل وحدة أحادية يعني كل وحدة ون إن يعني كل وحدة فيها 23 اللي هي بنسميها جامية ذكري أو حيوان منوي بعدين الأنثى بتعمل نفس الإشي بيكون عندها جامية أنثوي بعدين بالإخصاب بيتحدو مع بعض وبيصير عنا خلية ثنائية مرة أخرى فيها 46 كروموسوم اللي هي الزايقوت فهذا بيخلينا نحافظ على عدد الكروموسومات بالنهاية صح ولا لا الأب أعطى 23 الأم أعطى 23 رجعه 46 بعدين مثلا هذا اللي نتج عنا فلنفترض كان ذكر أسار أب بيعطي 23 بتزوج لأنثى بتعطي 23 برجعه 46 وإلى آخره لو ما فيه منصف كان 46 بيتزوج 46 بيصير عنا 92 بعدين 92 بيتزوج 92 مثلا بيصير 180 بعدين 360 بعدين 720 وإلى آخره لحد ما نوصل كان اليوم أنت عندك بجوز مليار كروموسوم كان فيش وسع في خلاياك من أدمى فيه عدد كروموسومات تمام كيف بنكون خلصنا الإنقسام المنصر يعطيكم العافية وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر